مرحبا بكم في دياغنوستيك على قناتكم جيل ديزاد الإلكترونية لا سكليروزون بلاك ولا تصلوا باللويحي المتعدد واحد من الأمراض التي تقس الجهاز العصابي عند الإنسان تقس من الدماغ حتى أنه غاع الشوكي هذا المرض لا يقريره منتشر بزاف إلا أنه يبقى منجول في المجتمع التعنا وحتى الناس اللي تعتبر البلوزيكسبوزي يعني المعرضين بزاف لهذا المرض ما هيش جايب أخبر ريحوا معنا نعرفوا هاد المرض مع بعض لسيرفو تانا عندنا المادة البيضاء والمادة الرمادية وفيهم دي نورون اللي راح ينقلوا الرسالة العصابية هاد الانورون يكونوا مغلفين بوحد المادة واسمها الميلين اللي بالفضل تاعة ينتقل الميساج نهو المشكلة في السكليروزون بلاك أنه هاد الانورون تاعة المادة البيضاء راح تروح لهم هاد الميلين معناها سيالة العصابية رايحها تحبس وما تمشيش والأعراض هنا اللي راح ينبدو يبانو وشنه هو تعريفك لمرض التصلب الويحي المتعدد لسكليروزون بلاك تعتبر مرض مناعي يعني إنه مرضي أوتو إيمين وين يكون عنا أجسام مدادة دي زنتيكور رايح تتهاجم لسيستام نيرفو وتقوم بالقضاء على مادة الميلين وشنه هما أعراض مرض التصلب الويحي المتعدد على حسب البلاسة اللي تقصد بالمرض الأعراض رايحة تكون أول حاجة ممكن تحسب التنمال ولا لا في بلاس سوف أممبر سوف كامل لو كوتي ثاني حاجة راح تحسب تري سيتي في الكورة تاعك ولا حتى يروح لك الكيلي برحين تولي تروح وتجي هذه أول حاجة ثاني حاجة هي مشاكل الرؤية سوى تولي ما تشوش سوى الرؤية تولي مضبة ولا تشوف بالدبل كل هاد المشاكل اللي تقدر تصورها من الفاتيك الدوخة والكنستيباسيون وأي حاجة يتحكم في هالوسيستم نرفو تعنا راح تقدر تتأثر كينا في أمعين من الناس اللي تعتبر أكثر عرضة لإصابة بهذا المرض هما إنساء من 20 حتى 40 سنة وصورة إلا عندهم واحد من العائلة مريض بهذا المرض ولا عندهم ملدي أوتو إيمين الناس تاني اللي تعالي من نقص في الفيتامين دي ولا اللي تكيفوا بزاف أبار الأعراض نتاع المرض اللي تعتبر مشكل في حداته تطور نتاع الاسكليروزوم بلاك يقدر يروح لك حتى للشلل مشكل في الأمعاء والمتانة إنسان يقدر يقولي ينسى بزاف ويدير ديبريسون بعد ما الأعراض نتاعك يبانو الطبيب راح يطلب من نقدير إيارام سيريبرال پونكسيولومبير يعني تشكل تعلق ذراديك والپوتانسيال إفوكي هالترواز إكزامار راح يخلونا نتقنفرم الدياغنوستيك تعلسكليروزوم بلاك كيف هي تطور هاد المرض الإفوليسيون تاع هاد المرض راح تكون دفاسون ديسكنتيني إمبريفيزيبل يسو فورم دو بوسي ويكون سوى التطور مستمر يعني الوقت راح يبقى غير يزيد مع الوقت ولا يقدر يبقى يروح ويجي هل يؤثر هاد المرض على المرأة الحامل والراضيع؟ المرأة اللي عندها سكليروزوم بلاك راح ينقص لها لبوسي فتروازة هامتريما ستعلق الحمل تاعها هاد حاجة مليها بصح يقوى عليها غير تولد بالنسبة للطفل ما كان حتى خطر عليه بالصح في المستقبل راح يكون معرض بنسبة كبيرة انه يكون حامل نفس المرض وشنه هو علاج مرض التصلب اللويح المتعدد؟ مرض تقيل بزاف والعلاج تاعه راح يكون معقد وينقسم البزاف محاور اول حاجة هما لبوسي يعني كيكون المرض يعبر على الأعراض تاعه بقوة والحل الواحد هما الكورتيكويد تاني حاجة هو يعني الدول اللي شربوا المرض طول حياته وراح يكون عبارة عن نيزي منوسي بريسور اللي هو الانترفيرون بيطا تالي حاجة هو الدولة على الأعراض اللي تجي مع المرض مثل البروبلم يورينار البروبلم دوموتريسيتي وتاني الدولة على الوجع إلى هنا نكون وكملنا مع هذا العدد من دياغنوستيك خلونا نرى والأسئلة تعكم في التعليقات ويمكن توصلوا معنا في مواقع التواصل تبع الجيل DZ وظهر أسفل الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر